منذ تسع سنوات يطالب الشارع التونسي بكشف حقيقة من أمر وخطط ونفذ جريمة اغتيال القيادي اليساري الشكر بلعيد رميا بالرصاص أمام منزله بالإضافة إلى اغتيال القيادي القومي محمد البرهمي في العام نفسه وبالطريقة نفسها من أجل محاسبة القتل أكدت هيئة الدفاع عن بلعيد والبرهمي وجود وثائق تثبت تورط رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي في الاعتداء على أمن الدولة التونسية وتهمت السلطة القضائية بتعطيل إجراءات التحقيق في الاغتيالات السياسية قائلة إنها استثنت 16 متورطا من أصل 26 في جهاز النهضة السري من التحقيقات من بينهم الغنوشي وأعلنت الهيئة دعمها حل مجلس القضاء الأعلى قائلة إنه كان حديقة خلفية للنظام السابق المستجدات التي كشفتها هيئة الدفاع عن بلعيد والبرهمي تأتي استكمالا لما كشفته عام 2018 عن تورط حركة النهضة عبر تنظيم سري في اغتيال المعارضين التونسيين عبر وثائق خطيرة كانت مودعة في غرفة سوداء في وزارة الداخلية سنوات تسعة كانت ثقيلة على المشهد السياسي التونسي فقد كان الاغتيال بالعيد والبرهمي بصمة كبرى في تغيير الخريطة السياسية وأدخل تونس الخضراء في مرحلة جديدة من العنف لم تعرفها منذ الاستقلال ترجمة نانسي قنقر